المعذبون في السجون اليمنية علم خفي وموحش ما يقفز بعضها إلى السطح من شهادات الضحايا أو مشاهد لمن قضى منهم تحت التعذيب يكشف عن جزء من جرائم مخفية تحدث في الأقبئة السرية لمليشة الحوث والإمارات أو في السجون الشرعية انتهاكات ضد حقوق الإنسان تثير الكثير من الأسئلة حول طبيعة التعذيب الممنهج ضد السجناء والمعتقلين لكن ما هو مستغرب أن هذه الجرائم سجلت متورطين في كل الجهات وليست حكرا على مليشة الحوثي التي احتلت صدارة الجرائم في الانتهاكات والتعذيب في السجون آخر الأحداث جاءت من مأرب حيث تفيد بعض الروايات أن الضابط ضيف الله هرشل قضى تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز بالمحافظة ضيف الله أحد رجال الجيش الوطني حارب تحت لواء الشرعية في مواجهة مليشة الحوثي الإنقلابية رغم التوجهات العسكرية بالتحقيق في وفاة ضيف الله تحت التعذيب غير أن حالة السخط الشعبي من هذه الحادثة وتأثير استهداف السجناء وتعذيبهم حتى الموت في سجون الدولة وفي مناطق الشرعية تؤكد أن المسألة تجاوزت الحدود المعقولة لهذه الجرائم تقول الإحصائيات الأخيرة أن قرابة 120 سجين انقضوا في سجون مليشة الحوثي فيما كان لدولة الإمارات نصيب وافر من أجزاد اليمنين المعذبة ففي منتصف 2018 وثقت وكالة الأسوشيتد بيريس شهادة على لسان بعض المعتقلين في سجون سرية خاضعة لسيطرة دولة الإمارات تؤكد تعرضهم لتعذيب وحشيا ومنهج أحداث تسجل لمحة قاتمة عن عالم خفيا من انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة التي يرتكبها ضباط الإمارات دون أن يخضع لأي مساءلة أو عقاب سجون اختطاف أبنائنا وأزواجنا والبعض منهم يعذب أساليب التعذيب الوحشي الذي يتعرض له السجناء في المعتقلات الخاضعة لسيطرة الميليشيا والدولة يحاط بعزلة عن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان